صباح الخير للجميع أكيد من نعم الله الكتير اللي أعطيها على اللبنان هي قدرته على التأقلم الشديد والسريع مع كل الظروف اللي بتحيط فيه يمكن هيدا نعمة كبيرة ونحن يمكن تعودنا على مدى سنين أنه نكون عم نتأقلم وعم نغير مود مع كل ظرف ومع كل حدث بيصير عنا بالبلد بس نحن نتمنى أنه ما كتير نقدر نكون عم نتعود على ظروف بشعة ويكون هيدا التأقلم أكتر ميل على الظروف الحلوة إن شاء الله بالمستقبل القريب بحلقة MTV Live لليوم رح نتابع مع فقريت نيتشر معمر بيروتي هيدا الفقرة يلي هيك بتخلينا شوي نرجع لزيتنا نرجع للطبيعة نرجع نحس بالأشية الأساسية عن جد بالحياة يلي بتخلينا نكفي ونستمر بحلقتنا لليوم رح نجاوب على أسئلتكن اللي وصلونا خلال الأسبوع من خلال الصور اللي عم تبعثوها وكمير رح نفتح الخطوط لنتلاقي اتصالتكن على السفر أربعة ستأربعة لأي سؤال بتحبوا توجهوه لمارك صباح الخير يعني أنا بتعرف هيدا الفقرة من أحلى الفقرات عندي لأنه بالفعل هيك بتخذنا لغير عالم لو حتى عم نحكي كلنا عن مشاكل النباتات صح لأنت قلت أنه من نعم في نعم كتير والطبيعة واحدة منهم طبعا مزبوط أكيد يعني باللبنان نحن نتميز بهذه الطبيعة يلي هلأ صراحة هي حزينة كتير وعم بتتعرض كتير لأسس خطرة نحن يعني بدنا نشوف قد ما فينا كمان طرق العلاج السريعة كل واحد بأرضه كل واحد بمنطقته يجرب ياخد أكشن مية بالمية هلأ كنت عم تقولي أنه لما بيعطونا صور أكيد دائما أحسن قطعوا الانستا بيج وهيكي والرقم الواتساب إذا بيعطونا عليهم الصور بقدر شوف وافهم أكتر تجاوبهم دائما نجربوا يخبرونا إذا جبل ساحل بو أو لألان وعد بتكون صورة كتير قريبة فوصلنا أكتر عم جاد من 20 صورة اليوم جابت 20 عشرة وإذا بدك فيها نبالش فيهم ونحكي عنهم يلا ما نبالش بالصور لكين تكين وصلوا الاتصالات اللي بيحب يشارك صح هولي هن صورتين وراء بعضهم وقدما أنا وياك سرنا مجاوبين على هذا الشيء بتصور أنت راح تجاوب كمان تساعدين بالجواب هولي الليلاندي محطوطين بحوض هناك صورتين عليهم هون نبيني كيف بلش المرض الفطري عليهم نحن دائما نقول أنه الليلاندي هي كشجرة ما أننا كتير بتتأقلم تعيش أول شيء بالباكفلور هادي أول المشكلة عندي خاصة لما بيشتغلوا الباكفلور أو الحوض يعني بالأول لازم كتير يشتغلوا على السردة طبعهم يعني لازم الماء ما تجمع ولا ما ترح تحت تكون في سردة كتير مهمة الشغلة الثانية الكتير ما أنا منحة بالليلاندي اللي هون عندهم الاثنين سوا الجزون اللي حدهم طبعاً مع أنهم فاصلين فاصلين بس بالباكفلين الباب أبس عم بيطلعوا وبيجي ماء على الورق أو على أخصان الشجر والماء بأشهر مثل 7 8 9 حرارة عالية وماء تخلق أكيد كمان أمراض فطرية على الأول بس معقول تكون الماء مش عم توصل من فوق عم توصل من تحت الأرض من الجزون أكيد هنا فيها أكيد تكون يمكن فصل بس زغير يعني يمكن يكون الفصل منه غميق لازم يكون غميق مضبوط بالأرض تحتاج إلى يفصل 100% هي الفكرة الأساس أنه اللي لاندي بدأ تعيش بمطرح تكون الماء يتصرف يعني إذا على كعبة ما هم بتجمع الماء يعني يمكن هن السرد المعمولة كانت من الجزون عن اللي لاندي فهم بتجمع بتحت عندهم فكتير مهم اللي بدوا يزرع ينتبه لهذا الشيء يعني أول علاج بدنا نعملون نجرب من رقلج الماء نصير نصف أقل إذا فينا للي لاندي خاصة هيك اللي لاندي بهذا العمر فيهن ينسقوا مرة بالجمعتين يعني أنا لما نسق أهلال مش عم بقولون يعني كاليوم أو كالتلتين هلقادي فينا نخفف نصف خلاص شلشن كبر وقلع ومشي فهيدي أول شيء هلقا تاني شغلة في أدوية الأمراض الفطرية فينا نبقى نرشها بدنا ننتبه أنه عادة منبلش نرش بشهر 5-6 إذا الموضوع عم يتكرر إذا ما عم يتكرر ما بنعمل شيء تهوية الأرض بيساعد كتير يعني ننقش من فترة لفترة نخفف ماء وبيمشي الحال فهذا على السريع بالنسبة لأول سؤال إذا بديك فينا نروح كده على سؤال تاني إنت عندك سؤال إيجت الصورة إيجت الصورة رح وديلك ياها بعد شواء بنحكي عنه يلا دي ننتقل إلى الصورة من عندريتها لأنه بعدنا عم ببعض يلا هون نحن كمان عندنا سؤال كتير بيجي بهالفترة اللي هو الجزون كان أخضر كتير منيح وصار هيك عادة شواء قريب كمان على اللي كنا بنحكيه على الليلاندي يلي هو أنه نحن هالجزونات بأشهر سبعة، تمانية، تسعة وهلأ سقينيهم كل يوم كل يوم كل يوم لدرجة الأرض بدل فيها تتنفس سوى الأرض انتالت ما يقدمس إينا ودعوصنا اليوم حتى صاريت له حشيش تاني يعني لأنه ضعف سوى شو بيطلع بالجزون؟ بيطلع أوقات حتى بيطلع عموس وهاك فأنا دايما بقول لي اللي عندهم جزون بدون يجربوا إذا بيقدروا كل سنة إذا لأ على الليلة مرة كل ستان ثلاثة بيجيبوا مكانة اسمها يلي هي مثل مكانة الغازون بس ما بتقص الغازون بتفخيط التربة مثل فلاحة بسيطة مية بالمية أو عندهم مسافة صغيرة وما بدهم يشتر المكانة أو يستأجر عنهي فيهم يستأجروا في فخة الأرض على الإيد أو بشوكة يعني بس الضرورة تفخيط الأرض وقتها تكون هيك يعني وقتها تكون ما فيها كتير غازون يعني ما تكون بيان للتربة أكتر يعني مش ما فيها غازون الغازون خلاص ضعيف على آخر هو كان موجود شلشه موجود بس ما بقعا بيقدر يتنفس بس 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 بأي موسم بأي فترة هلأ فيه سير جمالا هلأ يعني جمالا أكتر شيء من بعد ما نصقه يعني هو منشوف هذا الشيء بآخر مثل هلأ هيدا السيزن أو منشوفه بأول الربيع فبهذا الفترة تانية اللي لازم نحن نشتغل على سكاريفيكيشن هلأ أكيد فيه أسباب تانية فيكون فيه دودة فيكون فيه أشياء بس عادة هذا السمطوم منشوفه لأن أنا سألت كمانا كم سؤال هو أدمصينة الأرض خلاص سكرت بطل فيها تتنفس فكتير مهمة السكاريفيكيشن أميلاتها يرجع الجزون يتنفس وبتنصد مأداب يرجع بسرعة يعني هيدا الشغلة كتير مهمة نأميلاتها بس مثلا الجزون إحنا منشوفها طوله منصقي يعني مثل رزيز بينزلي عليه إذا حدا سقى بنبريش بالنبريش يعني الجزون دايما لازم ينزل علي رزيز الماء وبرضو لو حتى رزيز عن نسق كتير ودايما الأرض بتسكر فكيف إذا عنجت كمانا بالنبريش فالنبريش والجزون يعني منه أبدا منه أبدا مستحسنة هيدا بنسبة لتاني سؤال يلا بعد صورة يلا ما بعفز أنت بعدت صورتك بعد صورتك آخر صورة مش هنشوفها عند ريتا فهون في مدام اشتريت حديد واشتريت كماوة للورق وانت سألنا إذا بينخلطوا سوا لأنه أنا دايما بقول هيدا السؤال كتير مهم لما بيسألوني مثلا على الجاردانيا بيقول لهم إذا مثلا في عنا إذا نحنا مثلا بدنا نحط لتنين سوا يعني مثلا لنقول إذا أنا حدا عنده جاردانيا مش زابطة بيقول له حط حديد وكماوة للجاردانيا فهو بفكروا أن الحديد هو الكماوة فعمليا عمليا الفكرة الأساسية هو أنه لازم دايما حط حديد وكماوة مش واحدة وردتان في طريقتين ثلاثة لنحطهم فينا نحن نحط الحديد لوحده نسأل أرد ونرجع بعد يومين ثلاثة نحط الكماوة نحطه هيك من رش ورش يعني الحديد بقدر أنا أخذ ملعه رش ورش وإرجع أسق عليه وفيه لأ دوبه بماء وإرجع أحطهم فنحن ما في مشكل ينخلطوا سوق حتى الحديد والكماوة وينحطوا على شرط نحترم الدوز هذا اللي بدأ أسألك كيف ده أعرف دائما مكتوب كيف تعرف قدي بالنسبة لكبر الكلانت اللي عندك مطرح ما شتريته لأنه تعرف أنت عم تشتغلي عبوما رح يبيعوك الكارتونيس وبيعوك جرام جرامين بخبروك المأدير أنت بتخبروه عن النبتة تبعيك ودايما إذا ما عرفوا جوابوك ما تشتري لأنه هو دائما في دوز معينة لازم تكون مثل الدواء فجمالا بهول الأشياء اللي هي لنبتة ملعقة صغيرة من الحديد مع مثلا سدة أنينة من الفرتليزر الليكويد بنحطهم بأنينة ليتر بنخلط منيح وفيها نص الأرض وأهم شيء من قوي ولا واحد على الثاني يعني قد بعضهم قد بعضهم يعني حتى ما نكتر كتير لأنه فيها نحرق النبتات فهيدي هي بس ما بأس هلأ بالجروينج سيزن يعني هو من شهر 3-4 لتقريبا لنقول شهر 9 شيء ثلاث مرات بالسنة بأدى فينا هلأ إذا النبتة اللي عم نعملها ما عندها جروينج سيزن من أي ناحية يعني محطوطها بالبيت ودائما هي خضرة لأنه التقسل منيح لا بأسر ساعتها فينا نحط كمان بعد مرة بالشتاء يعني 4-3-4 مرات بالسنة إذا كله طبيعي أوكي يعني في أنا ها إذا جبت أصلا للجاردينيا استعملها لغير نبتات كمان مية بالمية الحديد في كتير نبتات بيحبوا هيدا شيء وخاصة إذا عندنا مثلا نبتات نبتات لنقول بتاعت مثلا خضار جاردينيا بونزاي حيالنا شيء من نبتات بدهم دائما حديد الكيمانا بدينا ننتبه لأنه هيدا كان للورق فإذا أنا عندي جاردينيا ما بيسوه فمش نهيك بدنا نعرف بس الحديد لكل النبتات بتحس ورقتها صفرت بسبب المية الكلسية بفيدهم وعندك نبتات هن لقى بيتطلبوا حديد مثل أورتنسيا جاردينيا وهذه الأشياء كلها منتابع كمانا مع السور وبدي أذكر المشاهدين أنه أي سؤال عندكم بتحبطه جهولة مارك الاتصالات مفتوحة على 0464 منشوف سورة جديدة هلأ هون هيدا السؤال هو عن نبتة طبية بعضتنا لمدام السور طبعا هالنبتة طب تسألنا إذا بنعرف اسمه وإذا بننصح فيها وهيك هيدا هو الفواكة يلي بيتسمى باللبنان بالعربية العشرق يلي هو الفواكة لنبتة اسمه سنة أو سنة مكة يلي بلاتين اسمها كاسيا سنة هي الفكرة هيدا من أكتر نبتات باللبنان بالدول العربية بيخدوها مالوريزمو هلأ بتعرف اللي أقول هيك لا يضعفوا هو بيروحوا بيخدوها كلمة لهذا الموضوع بينما كل الدراسات بتقولها العالم انتبهوا من هيدا النبتة لأنه هي عمليا ما بدي فوت بالتفاصيل بس عمليا يعني بتخلينا كتير إذا بديك نفوت على الحمام أسرع ضد الكنستيبيشن بس المشكل أنه العالم لأنه يعني بدهم يضعفوا وهيك هذا ما بيقروا سايد إفاكتس هيدا النبتة من أكتر نبتات الأدكتف بالعالم وكتير العالم ما بينصحوا تتاخذ أكتر من جمعة ونوقفها لأنه متعود كتير نهي تتاخذ لعلاجه معين بس بنفس الوقت يمكن عندها سايد إفاكتس عندها سايد إفاكتس وبتضاعف أنا ما بقول ما بقول ما بقول نحنا بقول ليه بيخدوه يعني نحنا هون عارفته عم نقول يعني بتروح أنت عند العطارين بلبنان والدول العربية بتنوصف أتروت للتضعيف والتنحيف بينما عندك لها سايد إفاكتس يعني أنا كتير شخصيا ضد استعمال هذه النبتة قد ما أريعا عنها عن سايد إفاكتس بس عام نجاوي بتعرفه نفس الوقت كيف تستعمل أصلا في الورق في الورق تبعها وفي الفواكت اللي عم تشوفي يعني اسمها سنة أو سنة لما تكون الورق واسمها العشر لما تكون الفواكت عندها بعض أسامة فمية بالمية مثل انفيوجن يعني بتنغلى بعدين بتنشرب وليتليك المشكلة كتير كبير أنه كل دراسيات بتفرجة أنه عندها كتير سايد إفاكتس منهم أنه العالم العالم بتفكر لما نقول نحن مخدرات أو دراكز بنحكي عن بس شي معين مثل الحشيشة وهون هو لإسمهم العلمي دراكز يعني هيدا هي نبتة بتتعود عليها وبتصير أنت مدمن عليها وهيدا الخطر بهذا النبتة أكيد كمان سورة عشوا عنا عنا كتير شي هون عنا لكي بامبو يعني هي عادة كمان العالم بتفكر أنه هي بامبول أنا بنحطها بالماء وهيك هيدا هي نبتة داخلية بتعيش بقلب البيت منزلية اسمها بس لأن عملينا ومبرومة وهيك اسمها الإنجليزية وهي بتعيش بتراب عادة بس مسئبة فيها تعيش بالماء مثل بهذه الفازات لماذا بتصفر ولماذا بتصير هيك وإجمالا إذا الأسفرار من فوق مثل التيج العشمال اللي كانت على اليمين الأسفرار من التيج أبدا مش منيح ولازم ننتبه تصفر كرميل سببين أولا إذا إحنا ما عم ننضي في كتير الماء ما عم نحط مثلا نقطة أوتجفال ما عم نغير الماء صوال خمخمة تبع الماء فيها تخلي تعمل أمراض فطرية وتقتل مثل التيج من الصينية إذا انتبهت لعصفرة أو اللي هي اللي كان عم نقوله قبل ميتنا كتير كلسية الكلس بيمنع النبتة تخضر ومشان هيك عم نشوف الورق تبعونا بيصفر يعني الاسفرار من فوق علامة غير الاسفرار من تحت مية بالمية من تحت معناتها خلص النبتة ماتت أو أمراض فطرية أو حتى بكتيريا بسبب إجيان الغلط للماء يعني مشان هيك كل قد يبنا نغير الماء هلأ لازم نغير يعني هي كمان حسب المطرح وحسب كل شي بس أنه أنا بقول تقريبا علق ليلا مرة بالشهر وجنتلي يعني ما فيه كبون وهيك لأنه في شلوش ما بدي كسرهم سو بدي كب على رواء الماء ما بشي لل مدرورة فيك بس تكب الماء تزيد محلهم فراش هوتر وتحطي بقلبهم نقطة أجفال لتأكل الأشياء المشكل كمان هو التنضيف الفاس لما يكون فيه أشياء ترويف كمان مهمة يعني بدنا نشتغل على النظافة يعني يكون الفاس شوي أكبر شوي مرحرح أكثر أقدر أنه مية بالمية هيدا وحدة الشغلة الثانية هو نحن نعطيها فرتليزر إن كان حديد إن كان أسميدة خاصة نيتروجين لتظلها خضرة وحلوة فهو ليس سببين مختلفين فيكون بعد أنه محطوطة بقلب صالون أو بات ما منفتح بالمرة فما فيه تهوئة وهي نبتة منزلية ملنا يعني مثل عالنا بومبو هيك بتخلق كمان قلة التهوئة بتعمل هالأمراض الفطرية أو البكتيريا أو كترة الماء الكلسيم مش هني كتدبوه على الماء اللي عم تحطوه لها طب هلأ يلي شفناها العشميل يلي من فوق مصفرة شو بنعمل منقصة أول شي منشيل الصفرة ومنكبة كليا منمسح كتير الفاز مننظف يلي شفناها عشميل منشيل بس الوراء المصفر وهذه هي يعني ما بدها ما بدها بالمرة أكيد ساعتها عينية غير هيك بس مننظفها ومنجح مرد على الماء وبيمشح أنا بهول كمان يلي ما بيعرفوا يسمدوا الماء بنصح يجيبوا أسمي ده ورائية ويرشوا شوي عليها مرة مرتين ثلاثة بس سنة مش أكتر تيعطوها الغزاء إذا ما عم يقفوا يحطوه بالماء الغزاء اللي لازم منتابع كمان مع الصور صورة جديدة فمنحزة الوراء أنه عنا كتير نباتات للبات كله نباتات داخلية أنا في الليلاندي لأنه اللي عنده هاي الصورة هاي الصورة مشهورة هاي الصورة خبرين عنا الوراء هاي الصورة شو دي خبرك عنا أنت بدك تخبرني شو بها بس أنه أدي صارلة قريبة على شباك صارلة تقريبا عشر سنين وبرع على البالكم أوكي وضغرة هيك كانت أحسن قبل كانت كتير رعبية وكانت عاملة هيك مثل بولات يعني مجمعين لوراء وفجأة بلشوا بره وصاروا هيك يطلعوا كم وراء واحدة من الأسباب يعني لما واحد بقول نبتة صارلة كتير فترة هيك وعملت فينا أوقات بدنا نقبل أنه نبتة خطيرة بتصير هلا هاي دي فيها ما تكون بس إجمالا بالنباتات فيها تصير هيك الشغل الثاني هو طب ما صارلة عشر سنين أنتوا ما بتسمدوا مظبوط ما بتحطوا كمية مظبوطة لألة بطل عندها نوتريلز بهالتربية لتقدر تخضر إجمالا النبتة شو عندها تحت الأرض بتفرجينا فوق الأرض هالأدى هاين في شلوش تحت الأرض قد ما فيه ورق من فوق إديه في غزة بالأرض إديه في خدار من فوق فواحدة من الأشياء اللي ما نباليش نعملها نحن نجرب خاصة بهذا الوقت كتير مهم نجرب نشيلها ننظف شوية تراباتها ونزد لها ترابة منيح توربة وتيررو خلطة مهمة هاي دي شي بيقدر يعني على قليل لكننا نريد أن نعملها مرة كالترات سنين أنت عم تقولي أنه أكيد هي قديمة وهيك الشغلة الثانية اللي فينا نعملها نزد لها أسمد يلي هو غير أنه تيررو تبع البنزاي فينا نزد لها أكيد حديد مع سماد للورق وبيرجع بالمبدأ بيمشي حالا هلأ لا ضعفت يمكن كمان كان بيطلع كتير ورق بر وانتوا ما انتبهتوله سخلط أنه الورق الأساسي يضعف لأنه فيها كذا طعم مية بالمية هيدا النبطة ويمكن ما قدرنا نعرف وين الطعم على المضبط مظبوط وخليتوا البريات يطلعوا هلأ كمان الأساس كمان ما نغير لك كتير مطرحة يعني كانت بر صارت جوة هول بونزايات ما بحبوه فإذا هي بمطرحة نضل بالمطرح اللي هناك موجود مع تهوئة إذا ما تقولي عملكون يعني فيه تهوئة فهو مست برابل اللي صار أنه الأرد بدتل فيها نوتريانس بالمرة وخليتوا من دولنا تنتبهوا البر يقوى على الجو نحن بالحلقة السابعة ويكي فرجعنا الفرق بين وراء صحيح اليوم رجعي على البيت صورية أحسن واتبه إذا فيه بر أساسيون تيرجعوا يقبوه بس لون الغصان طبعه شوية عقبيض ميل بيدل على الشيء لا بس نتبه إذا تقيتون إذا خلاص ميته في المطارح بديك تنطفية لو تنحمل كنا بنعملها بنظفها هون إذا بتنحمل بنعمل حلقة جمع جيم نضبطها بس شكلها تقيلة تقيل هيدا هيدا بدك تجي أنت تعملنا زيارة وتضبط عنها بعد عنا صور ونتابع معه بعد عنا كتير صور هلأ يمكن قطعونا صورتك هيدا صورة وليك قدي حلوة كان شفت الستامز اللي طالعين وكبراني كتير كانت قد نصها تقريبا عمليا بس لازم نخلي نحن نعرف نشيل البريات ليرجعوا يقوى وحلوة كانت مهضومة يعني فخلص نجيب لطراب مني كماوي حديد وعادة بيرجع يمشي حاله أوكي منكمل بالصور منكمل هون عم نشوف طويا واللي حكيناه قبل مرة عن الليلاندي واللي حكيناه كمان عن الجولد كراست ذات الشي إذا عم تشوف بهالفترة بتصير تشوفيون عساسها لأ في اثنان ورق أحلى الإدمانية بينه أوكي بعدها خضرها بس بلش كتير البنة بقى اللي بيصير عادة وخدارها شوي فاتح أكتر مية بالمية فهون بدنا ننتبه واحد إذا نحن في طرد قصيناها يعني أوقات منقص شتلة يعني نخليها بيراميد هيدا طبيعي يكون في بنة لما نقص لأنه بيكون منه وصلنا للدواء بس هون أكيد مش هيدا الكاف فهون عنا دائما مناطل هم شغلتان أول اللي قلناها عن الليلاندي يجي حدا بينا بريش بريش عليهم وهيدا مش منيح لأنه بعلي نتسبة رتوبة وهيدا بعلي الأمراض الفطرية أو الأرض ما عم تصرف ماء فيهون يقولوا ما كل حياتها منيحة بس كبرت وراح تسدت مطرح ما بتصرف الماء بشناك بدنا ننتبه نصير نسعة أقل أو أوقات نادرة بتصير بيكون حدا حتى كيماوي بهالفترة كيماوي سريع الكونيفرز ما بحبوا هيدا شيء الكونيفرز بحبوا كيماوي دايما سلو ريليز وهيك يعني ما بحبوا الأسمي دي السريعة فإذا كان مشكل ماي بدأ ننتبه إذا كيماوي نرجع كمان ننتبه وأهم شيء دايما نخلي الأرض دايما تتهوى مشان هيك النكش على الخفيف وبساعد كتيرهم لأنه زرعين ورد حدا صح بأسرع بعضهم بكمية الماء ويبس آية هنه ما بأسرع بعضهم غير أنه الورد بده ماء أكتر هنه ما بده وبعدين هو كمان أنا ما كنت بزعون أكيد هيك عد بعضهم لأنه كلمة هي رح تكبر كلمة رح تفاية كمان على الورد بصير في فاية من ميلتهم وفاية من البيت تنتبه الحاطة هونيك الورد ما بها الأد بزهر بالفاية فمشان هيك يعني أنه ما منه شغلة زكية كتير بس أنه مش الأد رح يأسرع بعض منتابع كمان مع الصور يعني هون عم نشوف واحدة من النبتات يعني الأهيان على الإطلاق عندنا نهتني فيها يعني بكل الكتب أو الوابسات سبع نبتات الناس ما بتعرف تهتم بالبلانت يعني إذا عندك بديك تحطي نبتة بمطرح ما في ضو ما في تهوئة ما في شي وأنت ما بتعرف تهتم بيقولولك أول سن الحمى أو هيدا البلانت الاسمها زميو كولكس أوكي يلي أو قد بيقولولها زيزي بلانت فمعروفة هي كتير يعني وهي من النبتات بتجيب الحاز ومشهورة وكلها الأشياء عند طلب واحد هذه النبتة ما تسقون كتير هاد هي هون سقيينة كتير هاي قطر مئة بالمئة سو أول ما تشوفها ورقتها بلشت الطب أول ما تشوفها ورقتها بلشوا يسفروا بس هي كترة ماء وقل التهوئ يعني هاد الفكرة كلها أهيان نبتة يعني اللي بيجيب هادة البلانت والبيجيب السن الحمى وبيقتلهم يروح على الإصطناع هاين الفكرة تبعها يعني كل أدي كل شهر كل جمعتين ثلتة جماعة مسئية هلأ بالشتة غير بس هي في كل جمعتين بس أنه هيدا النبتة بس بتعمل هيك فيها تعيش بره بس أنه مش بساعة هي معروفة للإندر أهم شي يعني أنا دايما بقول نخدها من غطسها مرة كل شي جمعتين ثلاثة وهيدا هي بس ما تعملوش على أكيد إذا ما نزد لها اسمي دي وحديد عادة بس اللي بخليها تصفر والطب ورقاتها هي بس وخففوا ماء فتحوا بترجع بيمشي حالة بيرجعوا بيقفوا الورقات هلأ أكيد الورقة الصفرية ما رح ترجع تخدر بس الباقي بيرجع بيزبط وبعد فيه صور بس صور عم حب أديها المشاهدين عن جد يعني عندهم ثقة بالأجوبة اللي عم نعطيهم وعم بيليقوا نتائج من هيك عم ببعطونا لما يزبطوا وانا مش عم ببعطونا لازم نعمل حلقات مش أثقلة حلقات نتيج يمكن مية بالمية هون عنا بنزاي كتير قريبة على بنزاي تبعيك كمان قتلوها كرميل كل شي نعمل قبل ما تقول قتلوها لا لا ما قتلنا ومنتبه أنه هن مغيرين للبو كمانا صارت تكبر هيك اللي عمل لنا احنا قصينا تقريبا كل شي خلينا بس البعد الجو الموجودين تترجع تاخد الفورم هلا أكيد بطلت راح ترجع متعامي متل ما كان عندها من تحت بس انتبه ها التراب اللي حطيناه تراب أسود مهم الخلطة طبعون حطينا حديد وعطينا هيوميك أسد اللي هو بساعد يتير لترجع تزبط شلوشة وترجع تقوى فهيدي كانت تقريبا بتروح ومهيك عم فرجي شو هنه الستابس اللي عمانيه هنو نجع نزبطها هلا أنا كنت بحبس ترجع بحبو صغير بس اننا كان بدونيقها بحبو بس بتكبر لأنه تكبرنا بطلت بونزاي مثل ما لازم تصير بول نحن نغيرها بس مثلا مثل هيك مش لازم نحط لها شوية بحث على التراف فينا هذه بتصير استاتيك مش أكتر ما خصص آية بسير البحث فيه ساعد انه الماء تبقى أكتر بس مش بكال بونزاي نحن راح ندار نصقي ايام مرة كالجمعة عشرة ايام شوية شكرا مرسي مار مو بيك أنت نخد بريك ونتابع من بعد وعلا